يمكن بس في البداية طبعا بيحب بيبارك لمجلس نادي الأهل طبعا كابتن محمود الخطيب على الفوز في انتخابات النادي وطبعا وببارك لأعضاء الجامعة العمومية والجمهور نادي الأهلي لأن ده مكسب كبير أول أن كابتن محمود يستمر بمجلسه وبالقايمة الكاملة وده من أفضل الحاجات اللي حصلت لأن انت عارف قايمة كاملة يبقى كلهم فكر واحد بنفسه نفس الفكر فببارك لجمهور نادي الأهلي وعضاء مجلس الإدارة وتمنى التوفيق اليوم إن شاء الله بإذن الله الأهلوية سعداء بما تم من إنجازات في الأربع سنين الأخيرة ويمكن إقبال الكسيف اللي شفناه في الجامعة العمومية كان تأكيد على الرغبة في استمرار مسيرة نجاحاته لإنجازات في النادي الأهل طبعا يمكن كابتن محمود يشتغل ومجلس الإدارة اللي فات ويكمله تقريبا بنفس التغيير بسيط أو بالقايمة الحالية لكن طبعا عمل إنجازات كبيرة جدا سواء على القرى سواء على النادي في النواحي النشطر الاجتماعية أو الثقافية أو الانشآت يمكن النادي إن شاء الله كل يوم في جديد يعني بتتكلم في كل يوم في جديد طبعا يستحق كابتن محمود الخطيب يعني قامة كبيرة جدا جدا ومكسب كبير جدا لأعضاء الجامعة العمومية والجمهور نادي الأهلي إن كابتن محمود يبقى على رأس الكيادة للمجلس الإدارة لأربع سنوات مجبرة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله مزيد من النجاحات ومزيد من التوفيق نتمنى طبعا للمجلس الجديد